السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو تسعتاشر هنتكلم دلوقتي على مجموعة built in functions functions already هي موجودة في البيتون ينفع ان احنا نستخدمها مع الليست طيب كنا احنا عرفنا ان فيه function اسمها لنس اللي هي كانت بتجيب لنا طول الليستة بتاعتنا بمعنى صح خلينا دلوقتي نطلع مسلا نجيب الليست دي كده هنا حطها هنا ونحط كمان لستة فيها numbers اوكي واحد اتنين تلاتة اربعة وهكذا تمام تعال بقى ايه هي ال functions اللي موجودة خلينا دلوقتي هنقول له مسلا هنا كده print length of mean names دي هتعمل لي ايه دي هتجيب لك طول او عدد ال items اللي موجودة جوا names طيب افرد ان انا عايز اجيب اكبر قيمة واصغر قيمة جوا list سواء كانت كلمة او سواء كانت رقم دي بتعملها ازاي تعال كده نبص في عندك print في عندك function اسمها minimum minimum دي بيتجيب لك اصغر قيمة كرقم او لو انت عندك كلمة كلمات بتجيب لك اصغر حرف ابجادي يعني مثلا لو انت عندك كلمة بتبتدي بحرف ال a وكلمة بعدها بتبتدي بحرف ال m يبقى ال a هي الاصغر فيجيب لك الكلمة اللي بتبتدي بحرف ال a فانا نجربها دلوقتي هقول له هاتلي minimum في names وفي نفس الوقت هاتلي برضو المنمم في numbers جميل بعد ما احنا عملنا كده طب احنا عايزين الماكسيموم هتعمل ايه برضو تعال نجربها في عندك function اسمها maximum هنجيب الماكسيموم في names ونجيب برضو الماكسيموم في numbers جميل تعال كده نقول له كده هنا ايه shift enter قال لك اول حاجة لينسي of names يعني طول او عدد ال items اللي جوه ال names هم تلاتة جميل جدا طيب قال لك minimum of names مين اصغر كلمة موجودة هنا يبقى هو يمسك اول حرف يقول لك ده ده m وده a وده h يبقى ايزا اصغر واحدة هيا اللي بتدي بال a فرح طبيعلك علي قال لك minimum من numbers هو مين اصغر واحد هو الواحد جميل طيب عندك الماكسيموم من ال names يعني اكبر حرف اللي هو هايبة بالنسبة ليه ال m لان ال m بيجي بعد ال a وبعد ال h فرح طبيعلك محمد بعد كده رح جيب لك الماكسيموم من numbers اللي هي 7 جميل جدا يبقى احنا دلوقتي عرفنا مجموعة functions ينفع ان هي تجيب لك المينيموم وينفع ان هي تجيب لك الماكسيموم دلوقتي يبقى احنا فيه عندنا function مهمة جدا 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 اسمها append append يعني ايه append تعالى كده نيجي هنا ال names دلوقتي فيهم محمد وفيهم علي وفيهم حازم طب انا عايز ازود عبدالله هزوده ازاي ازوده على اللستة يعني اللستة طولها مش هيبقى ثلاثة هيبقى اربعة فبالتالي لو انت جيت تقول كده لو انت جيت تقول names وفي اربعة بيساوي عبدالله اوكي 가 ارور احنا قولنا دي معناها ان انت بتغير القيمة اللي موجودة في مكان رقم ثلاثة. وما لنعمل ايه? دي هتعمل لي كده مشكلة كبيرة. قولك ولا هتعمل مشكلة ولا حاجة. كل اللي انت عايزه. خلي عبدالله موجودة كده هنا. ونقول له كده هنا نيمز دوت ابنت. نيمز دوت ابنت. هتعمل ايه? هات يا سيدي عبدالله. ضيفه كده هنا. شفت انتر. ايه اللي حصل? لو انت جيت دلوقتي تطبع النامز? هتلاحز ان عبدالله اضاف على اخر الليستة. عبدالله اضاف على اخر الليستة. يبقى كلمة او اللي اسمها اللي موجودة جوه الليستة هي دي بتبقى موجودة جوه اي لستة جماعة. يعني النامز دي لستة نوعها لست. يبقى اي لستة انت هتعملها في حياتك هتلاقي جواها اسمها ابنت. وهكزا ينفع بالنسبة للنمبرز. يعني لو انا ممكن ايجي كده هنا روح اقيل كده هنا. نمبرز. ابنت. ابنت مثلا مين? ابنت يا سيدي ستة الاف. وبعدها هقول له كده هنا برينت مين? نمبرز. ايه اللي حصل? هتلاحز ان ستة الاف اضافت برضي. يبقى الفونكشن عندك اللي اسمها ابنت دي بتضيف لك حاجة على الليستة. بتزود لك طول الليستة. طيب جميل. يبقى دي كده فونكشن مهمة جدا. كنا لازم نعرفها. طيب. في عندنا فونكشن تانية اسمها كونت. في عندك فونكشن تانية اسمها كونت. طيب ايه الفونكشن اسمها كونت دي? الفونكشن اسمها كونت بتعدلك عدد تكرار قيمة جوه الليستة. بتعدلك عدد تكرار قيمة جوه الليستة. يعني بسلا خلينا نضيف دي ستة الاف كمان مرة هنا. اوكي? يبقى انت دلوقتي هنا عندك كم ستة الاف موجودين? لو احنا جينا هنا نبص عليها. اهو بقى في عندك تلاتة ستة الاف. ليه? لا ان احنا زودناها مرة ونفزنا بعد كزا زودناها مرتين تانية. يبقى انت دلوقتي في عندك هنا ستة الاف دي موجودة كم مرة? موجودة تلات مرات. يبقى انا دلوقتي لو جيت هنا وروحت اقيل له عد. عد مين? هقول له عد الستة الاف. قال الستلاف موجودة كم مرة? موجودة تلات مرات. يبقى انت عرفت عدد تكرار. الستلاف عندك جوه الليستة بتاعتك قد ايه? طيب جميل جدا. طيب لو انا دلوقتي حبيت ان انا قعد مسلا عبدالله. عبدالله موجود كم مرة? فاروح انا اقول له هنا كده. نيمز دوت كونت. واروح جايب الاسم بتاع عبدالله. اوكي. شفت انتر. قالك ده موجود مرة واحدة بس جوه الليستة بتاعتك. اوكي. يبقى احنا دلوقتي عرفنا فونكشن كمان اللي هي اسمها count. في عندنا فونكشن مهمة جدا اسمها extend. فونكشن تانية اسمها extend. يعني لو انت عايز تزود لستة كاملة على لستة مش تزود قيمة واحدة. خلينا مثلا نقول احنا في عندنا هنا tool lists بتاعنا اللي احنا شغالين عليهم. اللي هم النامز والنمبرز هاتهم مرة كمان. اوكي اضيف النامز على النامبرز. اضيفها ازاي? فانت ممكن تروح جايب اللي هنا مين? تقول لي نمبرز. اوكي. بعد كده دوت مين بقى? دوت اكستند. اكستند. هاتكستندها بمين? او هتزود عليها مين? يقولك هتزود عليها النامز. لو جيت تنفز كده ايه اللي حصل? لو انا جيت دلوقتي اطبع. اقوله كده هنا. نمبرز. هتلاحز ان النمبرز. فعليا اتزود عليها كل القيم اللي كانت موجودة في النامز. يعني انت هنا ما زودتش قيمة واحدة. ده انت زودت لستة تانية على اللستة بتاعتك اصلا. الاصلية بمعنى صح. وده هنا يعني يودينا لسؤال. طب مش انت عندك لما احنا عملنا عملية جمعة. هو زود. اه اللي اتنين لستة على بعض اقولك اه بس في فرق. ايه الفرق? ان انت هنا لما قلت نمبرز دوت اكستند بالنيمز. دي معناها زود النيمز. على النامبرز. وخزن جوه النامبرز النيمز. يعني هنا اللي حصل ان النامبرز جواها نفس القيم بتاعتها. وفي نفس الوقت تزود عليها مين تاني? تزود عليها النيمز بتاعتنا. انما لما انت بتيجي تقول. نيمز. بلس. ركز شوية في دي. بلس. نمبرز. وتيجي تقول شفت انتر. انت هنا ما خزنتش في ولا واحدة من الاتنين دول. الناتج بتحصيل الجامعة. انما هو اللي حصل. انه هو طلع لك لستة جديدة. يعني مثلا. لو انا جيت هنا قلت زد بتساوي الكلام ده. يبقى ايه اللي حصل? هنا ناتج الجامعة تخزن في الزد. لا تخزن في النيم ولا تخزن في النمبرز. وده الفرق ما بين عملية الجامعة والفرق ما بين الاكستند. اوكي تمام. دلوقتي بقى في عندنا فونكشن تانية مهمة جدا برضو. ودي اسمها انديكس فونكشن. انديكس. معناها ايه انديكس? معناها لو انت عارف ان في داتة موجودة جولست بس مش عارف مكانها فين. فانت عايز تعرف تجيب مكانها. لو احنا جينا دلوقتي مسلا لو قلنا له names.index of. انا عايز مسلا نجيب حازم مكان حازم ده فين? قالك ده في المكان رقم اتنين اهو. زيرو واحد اتنين. اوكي. يبقى احنا دلوقتي يعرفنا كمان فونكشن اسمها index. في عندنا فونكشن تانية بتقدر ان انت تضيف بيها بيانات على الليستة بتاعتك. بس في مكان انت عايزه. لو كنا نلاحز ان احنا الفونكشن اللي كان اسمها append كانت بتضيف لك على طول في الاخر. انما لو انت عايز مسلا تضيف في المكان ده. عايز تضيف data في المكان ده. هنضيفها ازاي? في عندنا فونكشن اسمها insert. وليكن مسلا انا اشتغل على ال names. اقول له انا عايز اعمل shift العالي كده يمين. وادخل مسلا واحد هنا مسلا اسمه شريف. فيبقى الشريف ده يتحط في المكان رقم واحد. فيبقى احنا دلوقتي هنعمل ايه? اروح جاي كده هنا واروح اقيل له names dot insert. اوكي? فانهي مكان. اول حاجة بتاخد منك ال index. اقول له في المكان رقم واحد. طب انت عايز تضيف مين? اقول له انا عايز اضيف شريف. خلاص shift enter. لو انا جيت دلوقتي اطبع ال names. هيطبع لك مين? بص كده معي. علي اتشفتي يمين وشريفة حط مكان. يبقى انت كده ضيفت بيانات بس في مكان معين جوه الليستة بتاعة سيادتك. طيب. افرض دلوقتي ان انت عايز تخرج بيانات من الليستة. يعني ايه اخرج بيانات? يعني يعني خلينا كده نركز شوية. لو انت عايز توصل لحازم. يبقى انت هتعمل ايه? هتقول نيمز. اوف. تمام? وتقول الاندكس بتاعه. اللي هو مسلا نيجاتيف وان. فيروح مطلع لك حازم. صح ولا غلط? طيب جميل جدا. انما حازم لو انت جيت تطبع نيمز مرة تانية. حازم لسه موجود عندك جوه الليستة. بقى انت هنا جبت القيمة بتاعت حازم. انما حازم لسه متخزن عندك جوه الليستة. طيب. في عندك فونجشن تانية اسمها بوب. الفونجشن اللي اسمها بوب دي. لو انت جيت تنفزها راح مطلع لك حازم. يعني جاب لك حازم اللي هو اخر واحد. اوكي. طب لو انا جيت دلوقتي اطبع نيمز مرة تانية. ايه اللي حصل? حازم تشيل من الليستة. يعني ايه يا جماعة اللي بتعملوا بوب? اللي بتعملوا بوب ان هي بتخرج من الليستة قيمة قيمة. وبعد اما بتطبعها. هي مش بتطبع هي بترجعها لك. اوكي. وبعد اما بترجعها لك بتمسحها من الليستة نفسها. يعني ولكم مسلا مسلا انت عندك طبور. كل لما يدخل واحد في الطبور بيقضي الخدمة بتاعته ويخرج. ده اللي بتعملوا بوب بالزبط. ان هي بتيجي على وش الطبور. على اخر الليست. تجيب لك القيمة ترجعها لك وتمسحها لك من? وتمسحها لك من الليست نفسها. طيب جميل. ادي فونجشن تانية اسمها بوب. طيب. استخدامات يا جماعة كل الفونجشنز اللي انا بقول لك عليها دي دلوقتي. انا عايزك تعرفها بس. يعني ما تستعجلش. انا عايزك تعرف الفونجشنز بتعمل ايه? تبقى سمعت عنها قبل كده. لما نيجي ندخل في الماشين ليرنينج. ولما نيجي ندخل في البايثون شوية. هلستخدم كل الفونجشنز دي. فمش هتطر ان انا اشرحها لك مرة تانية. فاحنا هنحطها وسط ابليكيشنز. طيب جميل. في عندنا آآ فونجشن اسمها ريموف بقى. في عندنا فونجشن اسمها مين? فونجشن اسمها ريموف. اوكي. ريموف دي بتعمل ايه? احنا هنا حازم. ايه اللي حصل من بوب? بوب. رجعت لك حازم بعد كده مسحتها. طيب. لو انا دلوقتي جيت هنا. روح تقيل نيمز دوت. خلاص. وروح تقيل له علي. يعني شيل علي. خلاص? قلت له شفت انتر. لو تلاحز ان هي ما تبعت لكش علي. يعني علي مرجع لكش. القيمة بتاعت علي مرجعتش ليك. ولو جيت تطبع دلوقتي نيمز. لقيت شريف ومحمد. يبقى ايه الفرق ما بين بوب والفرق ما بين ريموف? اولا بوب بتعمل ايه? بتخرج لك القيمة الاول تطبعها لك. بعد كده بتشيل القيمة من الليستة. انما علي لما احنا استخدمنا معها ريموف. هي مرجعت لكش القيمة. مرجعتش القيمة. مطبعتهاش. بمعنى صح? وشلتها على طول. ده الفرق ما بين بوب والفرق ما بين مين? والفرق ما بين ريموف. ريموف بتشيل على طول بوب بترجع لك القيمة. انت بقى تطبعها تعمل عليها ايه عملية. بعد كده بتبدأ ان هي تعمل ايه? تشيلها من الليستة بتاعت سيادتك. طيب. في عندك فنشن جميلة جدا اسمها ريفيرس. الفنشن اللي اسمها ريفيرس دي بتعمل ايه? بيقولك آآ هتعكس الليستة بتاعتك. هتعكس الليستة بتاعتك. يعني ايه? يعني اصلا خلينا نيجي نجيب الاسامي دي كده مرة تانية كاملة هنا معنا اوكي واروح اقيل له كده هنا نيمز دوت ريفيرس لو انا جيت اطبع النيمز ايه اللي حصل اللستة نفسها تعكست يعني حازم مكان محمد وهكذا الدنيا تقلبت في اللستة عكسها لك بمعنى صح هي مش بترتب لا هي بتعكس لك اللستة لو انت بقى عايز ترتب حاجة في عندك فونجشن اسمها سورت فونجشن اسمها سورت اوكي فانت دلوقتي لو جيت هنا روح تقيل لي نيمز دوت سورت وجيت نفست وجيت تطبع النيمز لقيت بقى دلوقتي ان هي ترتبت لك تصاعدي وفي عندي هنا ممكن كمان اكتب له دي الساندينج فيرتبها لي مين يرتبها لي تنازلي اوكي بس هي بالنسبة لي مش مهمة دلوقتي اوكي بقى انت دلوقتي في عندك فونجشن اسمها سورت في عندك فونجشن اسمها بوب في عندك فونجشن اسمها ريموف تعرفنا عليهم عرفنا ان في فونجشن اسمها آآ آآ لينز ان انت جيب اللينس بتاعتك وعرفنا مجموعة من الليه هنينفع استخدمها مع اللستة كده انا خلصت الفيديو ده ان شاء الله الله في الفيديوهات اللي جاية هنبدأ نتكلم على حاجة جديدة غير الليست حاجة اسمها وبعدها ان شاء الله نتكلم على حاجة اسمها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته